في حديثهم عن السيادة دائماً السلطة العراقية تقول بأنها عندما تسافر بعيداً في قرارها والحديث عن السيادة تقول سألجأ إلى مجلس الأمن بالأمس كان في جلسة طلبة عقدها من قبل روسيا لمناقشة العمليات الأمريكية في العراق وسوريا روسيا ربما تهمها سوريا أكثر من العراق ما الفائدة للذهاب لمجلس الأمن؟ هل هو فقط ذر رماد في العيون؟ هل هناك فعلاً أطراف داخل العراق تتحدث بجدية عن سيادة العراق أن يكون القرار العراقي في التعاطي مع دول الجوار قرار جماعي قرار مشترك قرار تقرر الحكومة العراقية الآن ذهاب إلى مجلس الأمن كجزء من منظمة الأمم المتحدة والمسؤول عن تأمين الأمن والسلم العالميين في كل العالم بالتأكيد هذا طريق مشروعي يعني في الحرب الإسرائيلية على غزة أيضاً هذا المسار متبع فبالنسبة للعراق لجوء إلى مجلس الأمن حقش طبيعي وشرعي ولكن حقيقة التصريحات متضاربة حول الطلب العراقي لتوجيه طلب إلى مجلس الأمن لعقد جلسة حول القصف الإيراني لأربيل لمواقع سكنية واستشهاد مواطنين ورجال أعمال بتهم زائفة وباطلة لم يتبلور شيء عملي حقيقة الجلسة التي كانت من روسيا ومن الصين وأعتقد إلى حد ما من سوريا حول الضربات الأمريكية الأخيرة التي صارت ضد مواقع الفصائل أو لمحور المقاومة التي تضرب القواعد الأمريكية سواء في شمال شرق سوريا أو في قاعدة عين الأسد فلذلك هذه الجلسة لم يكن لها علاقة بالطلب العراقي الذي لم يتبره وكانت هناك تصريحات متناقضة مع الأسف كان الأجدر أن تمشي الحكومة بهذا المنحة وتثير الموضوع على مستوى عالمي